السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكل متابعيننا يارب دايما تكونوا بخير في فيديو النهاردة هنشوف ظهور صادم للدكتور هاني النازر في فراش المرض في سرير المستشفى ولا يتحرك وكمان بيأخذ علاج كيماوي عنيف وشرس هنشوف اخر تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني النازر وذلك بعد تصريحات ابنه الدكتور محمد النازر وهنشوفه في فراش المرض داخل المستشفى هنشوف التفاصيل بالفيديو بس قبل ما نكمل الفيديو ما ننساش نعمل لايك وسبسكرايب للقناة ضروري جدا علشان كل جديد يوصل لنا كشف الدكتور محمد النازر اخر التطورات الصحية لحالة والده الدكتور هاني النازر حيث اوضح ان العلاج بالكيماوي سبب له بعض المضاعفات الشديدة وخلال الفترة المقبلة سيجري تحاليل لمعرفة مدى تطور الحالة وقال الدكتور محمد النازر خلال فيديو نشره على حسابه الشخصي بفيسبوك الفترة اللي فاتت بدأنا في العلاج الكيماوي نوع السرطان المصاب به محتاج نوع عنيف من الكيماوي والعلاج هياخد كام شهر جايين ومدته خمسة ايام وبيتقرر كل واحد وعشرين يوم واضف الدكتور محمد النازر العلاج بتاعه جزء بيدخل منه في الدورة الدموية وجزء تاني عن طريق الحقن في العمود الفقري حتى يصل للجهاز العصبي واوضح هو حاليا بسبب الكرس ده حالته الصحية سيئة ويشعر بالضعف والهزل القرات الدموية بتاعته قلت بشكل كبير وبدأ في اغز الادوية المناعية وحالته الصحية هتبدأ تبان خلال الفترة القادمة بشكل اوضح والمفروض خلال الاسبوع الجاي يعمل تحاليل واشعات علشان نعرف هل هناك تحسن في حالته ام كما هي وهو حاليا في المستشفى وممنوع عنه الزيارات خالص امنياتنا للدكتور هاني النازر بـ